بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم أني يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبضمتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها عن كل شيء وذل لها عن كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يطوم لها شيء وبعظمتك التي ملت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملت بها كل شيء وبأسمائك التي ملت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء لهم كل شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخرى الآخرين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النباب اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم الله اللهم إني يتقرب اللهم إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكراك وأن تلهمني ذكراك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشر أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً وفي جميع الأحوال متواضحاً اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظمان سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا يجدو لذنوبي غافراً ولا لقبائحي ساتراً ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلاً غيرك لا إله إلا آهد سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علىه اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سبحالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومقالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولان تضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولان تعانجني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رغوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه الهوى نفسي ولم أحترس فيه من تزين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وأسرافي على نفسي معتذرا نادما ومكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مضرا مذعنا معترفا لا أجدوا مفرا مما كان مني ولا مفزع نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإذ خالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثعاقي يا رب ارحم ضحفا بدني ورقة انجلي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني إلى ابتداء كرمك وسالفي بركبي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بناك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعاي خاضع الربوطيتك هيحات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته أنت وليت شهر يا سيدي وإلهي وحولى أتصلق النار على وجوه خرت لعظمتك ساجد وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشرا وعلى جوارح سعت إلى أمطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظنوبك ولو اخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضحفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوم يسير بطاؤه قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وصفطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف والذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاق وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعبوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على انفراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي حفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسموا صادقا لأن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين والأصرخن إليك صراك المستصرخين والأبكين عليك بكاء الفاقدين والأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيفين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفته وذا قطع معذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج جمعا مليل لرحمتك ويناديك بلسان ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربو بنيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يرمله فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضحفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها هيها ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تحذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعالدين وأن تجلثنا قلت مقتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلقت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمين أجرمته وكل ذنبين أذنبته وكل قبيحين أسمرته وكل جهلين عملته كتمته أو أعلنته أكفيته وهو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبي الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلكهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أفيته وبفضلك أسترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو أحسان تفضله أو برين تنشره أو رزقين توصطه أو ذنبين تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة وحالي في خدمتك أنسر مداه يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واجدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المقادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو والمخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسرح فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفتين لديك فإنهم لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجابا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أحدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لمن انتشاء يا من اسمه دواء وذكره مشفاء وطاعته غناء أرحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وعالي محمد وافعل بي ما أنت أهلوه وصلى الله على رسوله والأمة الميامين من آله وسلما تسليما كثيرا يا جنوب ياع valle يا جنوب يا جنوب يا جنوب شكرا